اشتركوا في القناة رفعت ساكنة دوار اولاد غنام المرازيك اجداد تعرضا الى عامل اقليمستات تلتمس من خلاله في التدخل العاجل من اجل وقف الاشغال التي تعتزم احدى الجمعيات بالمنطقة المذكورة والمدعومة من قبل بعض الجهات التي تستغل تحركاتها في هذا الشأن وذلك للقيام بعملية الربط الفردي للماء الصالح للشرب علما ان هذا المشروع تصهر على اجراءته وتدابيره جمعية اجيال امغار للتنمية الاجتماعية والبيئية في ذات الصياق حملت المراسلة الموجهة لعمل اقليمستات والتي توصلت مجل 24 بنسخة منها ثقة الساكنة المعنية في الجمعية الاخيرة للاشراف على هذا المشروع الحيوي الذي طال انتظارها نظرا لتمتع اعضائها بالمستقية والشفافية والسمع الطيبة ولديهم المواصفات الكاملة لتجنب العديد من الصراعات والمشاكل واكدت ساكنة اجداد ولد غنام في ذات التعرض رفضها المطلقة وعدم انخراطها في المشروع في حال منحه للجمعية السابقة الذكر نظرا لما له من تداعيات لن تكون في صالح المنطقة